تحت شعارات نشر الحرية والديمقراطية في ربوع البلاد غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق وبعد مرور خمس عشرة سنة من الاحتلال وتداعياته لم ينعم العراقيون بالحرية ولم تحكم بلادهم بالديمقراطية بل امتدت التداعيات الكارثية للغزو الأمريكي لتشمل العالم العربي بأكمله فانتشار الطائفية ونمو التنظيمات المتطرفة والتمدد الإيراني الذي بات يمثل تهديداً وجودياً لبعض الدول العربية كل ذلك ما كان له أن يحدث لو لا احتلال العراق احتلال مهد الطريق أمام ساسة واشنطن من أجل إعلان مخططاتهم وطموحاتهم بشأن المنطقة فلم تكت تمر سنة على الغزو حتى أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها لما أسمته التغيير الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير ومن ثم بدأت كرة الثلج في التدحرج ومع وجود أنظمة استبدادية على مقاعد الحكم في المنطقة العربية فإن الأجواء كانت مهيئة أمام ما تدعيه واشنطن من حرصها على نيل الشعوب لحقوقها ادعاء مكنها بحسب محللين من استثمار موجات الربيع العربي في التخلص من بعض الأنظمة التي باتت تمثل عبءاً أكثر من كونها دعماً للسياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة غير أن رياح الربيع العربي أتت بما لا تشتهي سفن السياسة الأمريكية فأعادت تحالفاتها القديمة مع قوى الثورة المضادة القريبة من توجهات الإدارة الأمريكية تحالفات أثمرت فوضى عارمة تجداح العالم العربي لا سيما العراق حتى بات مفهوم الدولة نفسه مهدداً الأمر الذي يطرح تساؤلات شتى بشأن المستقبل وهل سيتمكن العراق والدول العربية الأخرى من الخروج من عين العاصفة أم أن المنطقة لا تزال أمام منعطفات أكثر حدة في السنوات القادمة؟ ترجمة نانسي قنقر